إقالة فريرة في منتصف الموز الناس بتقول لك يعني نص العمى ولا العمى كله هل توقيت الإقالة؟ يعني اتفاننا واغتلافنا أنه هو يكمل أو ما يكملش هل هو الكيرف بتاعه بينزل أو بينزلش؟ كل واحد ده منضوع نسبي بس أنا بتكلم على حاجة تانية بتكلم على توقيت الإقالة هل شايف أنه هو ده التوقيت الأنسب أن يتم إقالة مدير الفني في منتصف الموسم؟ من وجهة نظر نادي الزمالك أو مجلس دارة نادي الزمالك هو ده التوقيت الأفضل نظرا لأن اتحرق حاجات كتيرة جدا مع فرير أنت طلعت من الكاس خسرت من نادي الأهلي في الديربي فرق النقاط بعد المباراة النهاردة وصل ل11 نقطة فأنت تقريبا يعني مشهور الدولي بعد عنك والكاس تلع منك وأنت داخل على تحدي جديد وهو أفريقيا فأنت عارف أنت حتة التغيير أو ممكن تكون ترنينج بوينت أن أنا أجيب جهاز فني جديد بشغف جديد مع أن كابتن وثامة نبيه كان موجود من فترة وكان مساعد المدرب وحصل ما بينه ومن بعض مشاكل كان يقال أنه كان عاوز يتدخل شوية في الصلاحيات الفنية وفريرا طبعا ما فيش حد يقدر يتكلم معه في الكلام ده كله يعني كابتن وثامة نبيه هيكمل؟ كابتن وثامة نبيه هيكمل؟ دي محدش أعرفها بس اللي ممكن نقولي اللي كان مميز شوية الفترة فاتت عن الزمالك عن الزمالك السنين اللي فاتت أن المدير الفني لما بيجي بيقعد شوية يعني فريرا برغم نادي الزمالك كان بيخسر مباراة كبيرة أو بيخسر مباراتين وراء بعض أو بتعادل مباراة وبيخسر مباراة تلاقي قلع على طول الجهاز الفني ولكن اللي شفناه مع فريرا السنادي بس ممكن يكون فريرا إكسيبشن لأن فريرا جمهور نادي الزمالك والزمالكوية عموما بيعتبروه البروفيسور اللي يعني هو بالنسبة له من أفضل مدربين جنب في التاريخ وعلى فكرة ده بسبب الكريدت بتاعه الكبير قوي عند جمهور نادي الزمالك هو قاعد لحد النهاردة يعني هو كان ممكن يمشي بعد مباراة مباراة النادي الأقلي كان ممكن يمشي بعد سلسلة التعادلات اللي كان لسه سلسلة الهزام اللي لسه جمالك كان بيكلم عليها لست أزام ومكسبش ولا مباراة لحد دلوقتي في 2023 ولكن خلاص أنا زي ما بقولك هو وصل لآخر آخر الطريق لو فريرا قاعد النهاردة كان كسب نادي الزمالك أو مجلس دارة نادي الزمالك كان قاعد يستناله على الواحدة من أي خطأ أو أي تعادل أو أي نزيف لنقاط الفترة الجاية ممكن يكون وجهة نظر مجلس دارة نادي الزمالك إن أنا دلوقتي بضخ دم جديد بدوافع جديدة لمدير فني وطني مصري زمالكاوي اللعيبة عندها حلاقة كويسة به والناس بتحب أسامنا به في النادي فهل ممكن يكون رسوف لأو في الآخر هي زي ما بقولك هي بطيخة يعني هتسيب هنستعرض الحالات